مع السيد ياسر الغرباوي رسالة ثالثة تبدو أقرب للاستغاثة من المعتقلين في السجون المصرية. ما الذي يعنيه هذا؟ هذا الأمر أهم جدا على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي. على المستوى الاجتماعي بغض النظر عن الخلاف السياسي القائم الآن في مصر. ما بين فريق يعارض النظام وفريق مع النظام. أي أن كان هذا الملف السياسي. نحن الآن في عدد معتقلين. الأحصائيات غير وضعها من ستين ألف إلى أربعين ألف حتى لو عشر تلاف. هذه المعتقلات وهذه السجون. غالبا ما ستصدع المجتمع في أزمة. سواء جاء الثورة أو جاء الديمقراطية. أمنا تأتي نحتاج إلى معالجة حقيقية للمسجونين في هذه السجون. أن تفتح أبواب العودة إلى المجتمع. وأن الذي يعاقب بما يقره القانون بغير تنكيل. ولا صدع صنع ندوب في الوجدان. مصر يكفي أن نعرف أن فقط في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. قوتل ستة من إخوان المسلمين. مع بعض في بعض السجون. نتج عن هذا القمع حركات عنيفة كبيرة جدا في داخل المجتمع. من الذي يتحمل المسئولية؟ أنت تقول أنها مسئولية. من يتحمل هذه المسئولية؟ المسئولية الآن بعيدة. أنا قلت في شقيين. في شق اغتماع وشق السياسي. الآن نحن بحاجة كل المجتمع. بحاجة الآن خاصة المجتمع المدني. الحركات المدنية. الحركات الثورية. وهذا جزء كبير جدا. يعني مثلا الحركات المنظمة الكبيرة لها أفراد في السجون. هذه المسئولية التاريخية والأخلاقية عليها كبيرة جدا. أن تضع حلا لهذه المشكلة لأتبعها. في عدد كبير جدا في السجون المصرية غير مؤدلج. ولا ينتمي لحركات ولا ينتمي لجماعات. وهذا هو الطرف كله متألم. لكن الطرف اللي ليس له حاضنة. ليس له تنظيم. هو الطرف الأكثر معاناة. عادة التنظيمات لها قدرة على أقل على الجانب الاجتماعي. لكن الاتخذ من الشارع ليس له حاضنة. لا اجتماعية ولا تنظيمية. أنا أظن أنها زي الرسالة خرجت من هؤلاء. وبالتالي مجتمعيا. محتاجين كل تضافر حولها. وسياسيا أيضا أحزاب النظام. لابد أن يلتقط هذه الرسالة إن صحت في التعاطي معها بشكل حقيقي.